موسيقى موسيقى طلاب الصف الثالث الثانوي اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية على قناة اشرح لفرنساوي مع ميسيو اسلام شديع النهاردة هنتكلم مع بعض او هنحل مع بعض بازن الله الامتحان التجريبي اللي نزلته وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية بتاعتها ومن اسمه كده هو امتحان تجريبي يعني وزارة التربية والتعليم بتنزل الامتحان ده عشان تعرفك انه نموذج مصغر امتحانك عشرين تلاتة وعشرين وزارة التربية والتعليم بتنزل الامتحان ده على صفحتها عشان تعرفك ان امتحانك حيكون عامل ازاي وبالتالي بتبدأ تركز على اهم النقاط اللي موجودة عندك في المنهج وبالتالي بتحدد مذاكرتك في الايام القليلة القادمة ان شاء الله حتكون عاملة ازاي وبالتالي انت كطالب زكي المفروض تعرف اهم الافكار وما وراء الافكار دي وتبدأ تركز عليها وامتحان اللغة الفرنسية دائما بيبدأ بواسقتين الوثيقة الاولى دائما عنوانها بيكون لزي لودكي موسوي بو يعني اقرأ الوثيقة التالية بوي ريبون دي اوكستيو ثم اجب على الاسئلة الاتية والوثيقة دي باين كده من شكلها انها عبارة عن سؤال لانه هنا بيقولك كيسك فوزي ميمون جي يعني ماذا تحب ان تأكل وهنا حنتوقف قليلا عشان نعرف فكرة الوثيقة دي جاية من انهي واحدة عندك في المنهج لو رحست او لو ركست في السؤال هتلاقي موجود فعل مون جي وفعل مون جي زي ما اتفقنا انه معناه يأكل يبقى اذا الوثيقة دي بتتكلم عن المأكلات والمشروبات طالما في سؤال يبقى في اجابات هتلاقيه جايبلك اربع اشخاص وكل شخص موجود قدامه العمر بتاعه وطالما ذكرلك العمر يبقى لازم تركز عليه لانه ممكن يسألك عن عمر كل شخص كمان موجود عنوان تاني فرعي بقول لك لزي سي اكستيري يعني اقرأ هذه المقتطفات دي فروم أولينية يعني من منتدى على الانترنت دي كلك جين لمجموعة من الشباب وكلمة جين معناها شباب وبتساوي كلمة ادو اللي موجودة عندك في عنوان المنهج بتاعك اول شخصية هي ماريا وماريا اسمي فتاة وجايبلك جنبها العمر بتاعها كانزو يعني 15 سنة يبقى ماريا عندها 15 سنة وزي ما اتفقنا بتركز على السن عشان ممكن يسألك عليه بيقول لك جينين با انا لا احب لما تيجرس المواد الدهنية جادوغ انا اعشق لبرودوين ناتيرال يبا ماريا ما بتحبش المواد الدهنية ولكنها بتعشق المواد الطبيعية كم يعني زي او مثل للغم الخضروات لفرويت الفواكه لبرودوين لتريير او مواد الالبان جيني با جامي انا لا اشرب ابدا وزي ما اتفقنا ان جامي بتنفي النفي القاطع يعني ما بتعملش الحاجة دي نهائي يبقى جيني با جامي دو تي يعني انا لا اشرب ابدا الشاي جيفير دي جامي لستيكا يعني انا امارس العاب القوة دو تومب ان تومب يعني من وقت الاخر وخد بالك تومب ان تومب ممكن يسألك عليها شيموا يعني عندي في البيت ما بتروحش النادي برقيت الانفورم عشان اكون في صحة جيدة الشخصية التانية هي نيكولا وعندها دي سويت اون يعني 18 سنة بتقولك جيمونج يعني انا اكل اديزير يعني في ساعات منتظمة يبقى نيكولا بتاكل او بتاكل الاكل بتاعها في وقت منتظم يعني مش اي وقت بتاكل فيه جيمونج دي بوصوه يعني انا اكل سمك انفوا برصومين يعني مرة واحدة في الاسبوع وناخد بالنا من انفوا برصومين عشان ممكن يقولك هي بتاكل السمك ده كم مرة في الاسبوع وممكن كمان يسألك يقولك هي بتاكل السمك كم مرة في الشهر هي بتاكله مرة في الاسبوع يبقى بتاكله اربع مرات في الشهر يعني انا بحب او بفضل كل المنتجات التازجة هي بتاكله الشوكولاتة انا بكره الشوكولاتة الولي واللبن مي لكن جيم لي فروي لكن بحب الفواكه ادهم عنده كتورز او يعني 14 سنة مو يعني انا جيم بي كوب يعني احب كثيرا مونجي ان اكل دي لابيزا البيزا ايدي جاتو والجاتو جيمونج دي لابيانت انا بأكل اللحمة ايدي بولي والفراخ جادوغ انا اعشق ليجلس المسلجات جيمونج بي دي لجيم يعني انا بأكل قليل من الخضروات ثري التازجة جي بوا دي كفي اولي يعني انا بشرب القهوة باللبن اي جي في دوسبوغ وامارس الرياضة كاتري بوا بار موا يعني بمارس الرياضة اربع مرات في الشهر وهنا برضو هنركز على الرقم اللي اعطوهن لده هي بتقوللك او هو بيقولك جي في دوسبوغ كاتري بوا بار سوم بار موا يعني انا بمارس الرياضة اربع مرات في الشهر ممكن يقولك ادهم دا بمارس الرياضة كام مره في الشهر هتقوله بالتالي اربعة وممكن كمان يقولك هو بيمارس الرياضة كام مرة في الاسبوع هو يمارسها أربع مرات في الشهر يبقى بالتالي هو يمارسها مرة واحدة في الأسبوع قرب الشخصية الأخيرة وعندها سيزون 16 سنة بتقولك يعني أنا أخاف أن أكون ضخمة المأكولات الغنية كم مثل لوباء العيش إلوري والرز جي بوا بيكوب أنا بشرب كثيرا ديو الماء تركز برضو على الأجزاء دي إي دي بواسون فريش والمشروبات الطازجة جي نبوا جامي أنا لا أشرب أبدا دي بواسون كازوز المشروبات الغازية جي دي تيست أنا أكره لقافي إلوتي أنا بكره القهوة والشاي جوفيت ري أتنسيو يعني أنا بنتبه جدا أميري بوا لي وجباتي جي في دي سبوغ أنا أمارس الرياضة توت لاصومين يعني كل أيام الأسبوع وبرضو هنركز على توت لاصومين عشان ممكن يسألك برضو عليها في الاختيارات تحت بيقولك بقى شوازي سيلة بونري بونس يعني اختار الإجابة الصحيحة لوتيم خدناها في منة التانية سنوي بمعنى موضوع يبقى لوتيم دي سيفروم إيه يعني موضوع هذا المنتدى يكون ليزا شد المشتريات طبعا هو ما تكلمش على المشتريات نهائي لوتيم بقى يعني أوقات الفراغ طبعا لا ليزا نيمو المأكلات ممكن ليزا اكتيفتي الأنشطة طبعا هو اتكلم عن ليزا نيمو طب ممكن واحد يقول لي ليزا اكتيفتي الأنشطة هو هنا برضو اتكلم عن الأنشطة بتاعت كل شخص طيب ليه ما اخترناش ليزا اكتيفتي هقول له يا حبيبي انت بتاخد الإجابة من العنوان الرئيسي بتاعك والعنوان الرئيسي بتاعك كان بيقولك يعني ماذا أنتو حب أن تأكل فبالتالي هو بيتكلم عن المأكلات والمشربات فعشان كده احنا هنا خدنا أليمو وخد بالك كمان وانت بتقرى لازم تكون حاطط في دماغك أو عارف هو ممكن يسألك عن ايه ولو سألك عن الحاجة الفنانية مثلا تكون عارف هو حيسألك عليها ازاي رقم اثنين بقى بيقولك كاربة بوابي كوب دي يعني كاربة تشرب كثيرا من بوصن كازوز المشروبات الغازية ولا تقوليه الشاي بلبن ولا كرقوليه القهوة بلبن ولا بوصن في ريش المشروبات التازجة طبعا وانت بتحل المفروض بترجع للوثيقة قبل ما تختار بس احنا هنا عشان بمصور فيديو فبنحاول نصرع الفيديو فعشان كده هنا الاجابة الصحيحة هتكون بوصن في ريش المشروبات التازجة السؤال الثالث بيقولك نيكولا مونجي يعني نيكولا يأكل نقط انفوا بارسومين يعني مرة في الأسبوع لاحظ بيقولك انفوا بارسومين الحيطة اللي قلتلك ركز عليها في الوثيقة وانت بتقرأ الأرقام والسن لو عطهولك لازم لازم تركز عليه يبا هنا نيكولا مونجي نقط انفوا بارسومين يطرى هو بيأكل ايه مرة واحدة في الأسبوع بيأكل دي بوصن سمك مرة واحدة في الأسبوع ولا دي شكورة الشوكوراتة ولا دي لابيتزا البتزا ولا دي بان العيش طبعا هو كان بيقول دي بوصن يعني السمك هو بيأكل السمك مرة واحدة في الأسبوع رقم أربعة أو السؤال الرابع بيقولك ماريا دي تير ستيمون جي ماريا تقرأ أن تأكل لو رجحت الوصيقة هتلاقيه هو كان بتقولك هي بتقرأ أن تأكل المواد الدهنية بس هو طبعا هنا ممكن ما يجيبهاش ما يجيب لكش المواد الدهنية زي ما هو يجيبها لك في الوصيقة إنما يجيب لك منتج من المنتجات الدهنية اللي كانت موجودة عندك في الهرم الغذائي في الوحدة الثانية يبقى هنا دي ياروت الزبادي ولا دي لجيم الخضروات ولا دي لصوب الشربة ولا دي بيغ الزبدة طبعا هناخد الزبدة عشان الزبدة كانت من ضمن المواد الدهنية السؤال الخامس بيقولك كارلة في دسبوع يعني كارلة تمارس الرياضة شاكموا يعني كل شهر ولا دي فوا برصومين يعني مرتين في الأسبوع ولا إين فوا برصومين يعني مرة في الأسبوع ولا شاك جوغ كل يوم طبعا هي كانت بتقولك تطلص مين يعني كل أيام من الأسبوع فهنا هناخد شاك جوغ يعني كل يوم رقم ستة أو السؤال السادس بيقولك ماريا في دسبوع يعني ماريا تمارس الرياضة أكلاب في النادي ولا أوليسي في المدرسة ولا أستاد في الأستاد ولا ألميزون في المنزل طبعا هناخد ألميزون في المنزل عشان هي كانت بتقولك أنا بمارس الرياضة شيء بوا يعني عندي وكلمة شيء زائد بوا بتدل على المكان الوثيقة التانية بقى عنوها بيكون دايما يعني اقرأ الوثيقة التالية ثم أجب عن الأسئلة الآتية الوثيقة دي هي عبارة عن ميل رسالة من جا إلى فابيا يبقى اللي باعت هو جا وي المستقبل هو فابيا وموضحها هو أندي تاسيون أو دعوة جا بيقول صالي يعني أهلا كومن فاتي كيف حالك يعني كيف حالوة يعني أنت عامل إيه وعائلتك برضو عامل إيه جيان بقى بيقول للفابيا يعني أنا عارف يعني أنا عارف أنك ما تعرفش الريف كويس يبقى هنا دي أول معلومة أن فابيا ما يعرفش الريف كويس يعني أنا أقترح عليك أن تأتي بسي أن تأتي لقضاء كلك جور شموى أن تأتي لقضاء بعض الأيام عندي في المنزل وزي ما اتفانى إن شيء زائد اسم شخص أو ضمير بيضل على اسم المكان يبقى شموى يبقى معناها في منزلي ما فامي يعني عائلتي يعني عائلتي حتكون سعيدة جدا إنها تستقبلك يعني هنا في كثير من الأشياء عشان نعملها مع بعض يعني يمكننا أن نسبح يعني في النهر مونتي أشوفال أن نركب على الحصان يعني ويمكننا أن نسافر أيضا يعني في محيط يعني في محيط يعني يمكنك أن تقرأ أيضا كتاب ترانك المو بهدوء أي رجر دي ويمكنك أن تشاهد لوليفي وإحنا أخذنا إن لوفي معناها يستيقز لما بتكون مع اس مع الشخص إنما لما بنستخدمها مع الشمس بيكون معناها تشرق يبقى إيرو جر دي ويمكنك أن تشاهد لوليفي شروك دي سولي الشمس سي تي ايم يعني لو أنت حابب لزني مو الحيوانات نو بيفو اللي ألا فيرم يمكننا أيضا الذهاب إلى المزرعة ديمونج غاند بير يعني مزرعة جدي لو أنت حابب الحيوانات يمكن أن نروح لمزرعة جدي يعني عنده أو يوجد في المزرعة دي الكثير والكثير من الحيوانات يعني إحنا حنكون هناك ألا فيرم في المزرعة لو كاتر جانفيير يعني أربعة يناير مي لكن إحنا حنكون هناك يوم أربعة يناير بس لابروميغ سومين يعني الأسبوع الأول ماتان تفافي نير يعني عمتي حتأتي أفك من أنكل مع عمي تروبي بير نير يعني أنت ممكن تيجي لو دوز جانفيير يعني يوم 12 يناير وطبعا إحنا بنركز قوي على الأرقام اللي هو أعطاه لك دي لأنه طالما أعطى لك أرقام فبالتالي وبالأكيد بالأكيد حيسألك عليها يبهو هم حيكونوا في المزرعة يوم أربعة بس قال له الأسبوع الأول عمته وحتيجي مع عمه وإنت ممكن تيجي يوم 12 يناير يعني يمكنك أن تأتي يوم 12 يناير وتستنى عندنا الحد يوم 18 مونفيرير يعني أخويا باغ لو دي سويت يعني حيسافر من القرية يوم 18 يناير البيتوراميني يعني هو ممكن يغدك معاه شيتوا أونفوتيغ يعني في العربية بتاعته سيتيفو يعني لو أنت حابب أونفواموا أميل يعني إبعاث لي إيميل ويمكنك أيضا أن تستحب يعني يمكنك أن تستحب ستيفا يعني أنا بفتقده كثيرا يعني هو وحشني كتير يعني جاوبنا بسرعة يعني أنا منتظر ضدك وهنا ختم الوثيقة قال له أمي كالمو يعني بكل حب أو بكل ود أو بكل اعتزاز تعال بقى نجاوب الهسيلة دي بقولك شواري سيلة بون ري بونس يعني اختار الإجابة الصحيحة جياء إكري يعني جياء بيكتب أصونامي بوغ لويد كريد عشان يوصف له بيوصف له بقى هو طبعا ما تكلموش عن الأنشطة في المدينة يبقى الإجابة دي غلط يعني الأنشطة في القرية يعني عن امتحان جياء يعني عائلة فابيان طبعا الإجابة الصحيحة هي بي يعني الأنشطة في القرية وطبعا فيلاج معناها قرية بتساوي بمعنى الضيف السؤال اللي بعد كده بيقولك يعني أخو جياء حيسافر يوم نوعة جانفيير يعني من يناير أونز يعني 11 حيسافر يوم 11 يناير طبعا لأ كاترة يعني يوم 4 طبعا لأ دوز يعني 12 طبعا لأ هو قالك حيسافر يوم دي سويت يعني 18 يناير السؤال اللي بعد كده بيقولك ستيفان فاء لكمباني وستيفان هو أخو فابيان يبقى ستيفان فاء لكمباني يعني ستيفان دا حيسافر للريف أونيتي في الصيف والأونطوم يعني في الخريف والأونيتي إنيفي يعني في الشتاء والأوبرين تيمب يعني في الربيع لو رجعت للوصيقة هتلاقيه جايبلك توريخ ان جيان كان بيقول لفابيان ان هما حيكونوا موجودين في الريف يوم 4 يناير وطبعا شهر يناير في عز الشتاء يبقى هنا حنختار أوني في يعني في الشتاء الإجابة رقب سي السؤال اللي بعد كده بيقولك فابيان فالستي يعني فابيان حيستنى شي سونامي يعني عند صديقه إن موا يعني شهر ولا دي سومين أسبوعين ولا إن سومين أسبوع واحد ولا بلسه دي موا أكتر من شهر طبعا لو رجعت برضو للوصيقة هتلاقيه انه حيروح لي جياه يوم 12 يناير وحيستنى عنده لحد يوم 18 يناير يبقى إذن الإجابة الصحيحة هي هنا س إن سومين يعني أسبوع واحد السؤال اللي بعد كده بيقولك جيام بغوبوز يعني جيام بيقترح أفابيان على فابيان دي منتق أشوفال يعني يعني يركبوا على الحصان بوغفير دي عشان يمرصوا طبعا أشوفال رقوب الحصان كنا بنسميه حاجة اسمها إكوتاسيو الفروسية يبا هنا الإجابات بقى لاناتاسيو السباحة لوسكولاد التسوق إكوتاسيو الفروسية لبلانش أفوال طبعا كل ده غلط الإجابة الصحيحة هي لكوتاسيو الإجابة السي السؤال اللي بعد كده بيقولك جيام بغوبوز يعني جيام وفابيان ده فون سوفوار عندنا فعل فوار ممعنى يرى بس أتى قبليه الضمير السور فعشان كده بمعنى يتغير فبقى يشوفوا بعض يبقى هشوفوا بعض فين بقى لاميزون دو فابيان يعني في منزل فابيان ولا ألميزون دي جياء يعني في منزل جياء ولا شيلفامي دي ستفا يعني عند عائلة ستيفا ولا أوسنتر في يعني في وسط المدينة طبعا الإجابة الصحيحة هي ب ألميزون دي جياء يعني في منزل جياء تعالوا بقى بنا مع بعض نحل سؤال سبية او سؤال المواكف بس قبل ما نبدأ في حل السؤال ده وعشان السؤال ده ما تلاقوهوش صعب قوي فتعالوا نديكم مفتاح حل سؤال المواكف وانت بتحل سؤال المواكف لازم تكون مركز على النقطتين اللي هقولك عليهم دولك اول نقطة لازم تكون عارف مين اللي بتكلم في بداية السؤال ومين اللي بيرد عليه في اخر السؤال لان النقطة دي مهمة للغاية لانها يتودك كده يتجيبك كده لازم تركز على مين بيتكلم ومين اللي بيرد عليه تركز على بداية السؤال واخر السؤال يعني مثلا حتلاقيه بيقولك في السؤال الاول فوديمون دي يعني انت بتسأل انت بتسأل يبقى هنا سؤال بس خد بالك حتلاقيه يجيبك في اخر السؤال بيقولك كسك الدي هو يقول يبقى انت سؤالت في اول السؤال بس مش انت اللي هتتكلم في اخر السؤال لا ده اللي انت سألته هو اللي هتكلم لانه بيقولك كسك الدي يعني ماذا هو يقول إنما لو قال لك يعني أنت بتسأل وقال لك في آخر السؤال يعني ماذا أنت تقول يبقى هنا أنت اللي حتتكلم وبالتالي أنت حتقول سؤال يبقى يلا بينا بقى نحل سؤال المواقف بس قبل ما نحل الأول لازم أقول لكم الحاجة التانية بقى اللي مفروض تركز عليها وإنت بتحل سؤال المواقف هي موضوع السؤال وده حنستكشفه من السؤال نفسه ومن الإجابات اللي موجودة عليه تعالوا بقى بينا نحل سؤال المواقف بيقول لك يعني اختار الإجابة الصحيحة وده هو عنوان أو راس السؤال بتاع المواقف السؤال الأول بيقول لك يعني أنت بتسأل يعني صديقك يعني ماذا تكون سون جوتا سبوغتيف يعني زوكه الرياضي بتسأله عن ميوله الرياضي كسكيل دي هو حيقول لك يعني أنا بعشك أن أمارس ألعاب الفيديو هنا عبر لك عن الميول يعني الفروسية هي الهواية بتاحته برضو عبر لك عن الميول يبقى النقطة الأولى تصلح والنقطة الثانية تصلح خذ بالك من النقطة دي أنا بكره السباحة هنا برضو عبر عن الميول بس ميول سلبي هو بالكرة لو فتبول لو فتبول يعني كرة القدم ايه قريب لك موحشة برضو عبر عن الميول بس هنا الإجابة الأقرب هي لقوتاسيو السباحة سمع باسيو يعني هي الهواية المفضلة بتاحته يبقى هي دي الإجابة الأقرب السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعني أنت بتسأل أختك كيلسو لي أنجريدون يعني ما هي مكونات دي سيبلة هذا الطبق كيسك إل دي ماذا هي تقول انت سألت هي اللي حجره إل فو دي توما يعني بيالزم طماطم إل دي أريكو فير وفاصوليا خضرة أو أن كيلو دي توما يعني كيلو طماطم سا كوت دي سليفر يعني بتتكلف عشرة جنيه ولا جيدو تست يعني أنا بكرة لبنا اللي كاروت يعني الموز والجزر سيبلة يتغذي لسو يعني هذا الطبق هو لذيذ طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى إل فو دي توما ت إل دي أريكو فير السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعني الصديق جارك بيسألك انت مش انت اللي تسأل بها هو بيسألك يعني مالذي يعني جارك بيسألك إيه اللي انت بتحب تعمله في الريف كيسك فو ديت ماذا تقول هو سألك انت اللي حتقول حتقوله بقى يعني أنا بكرة جمع الفراولة يعني أنا بحب أن أذهب للمسرح طبعا ما فيش مسرح في الريف يعني أنا بحب أن أذهب للسينما طبعا ما فيش سينما في الريف جار دور منطقة شوفال أنا بحب أن أمارس ركوب الحسينة يبقى هنا الإجابة هي السؤال اللي بعد كده بيقول لك الطبيب بيسألك يعني عند مكان الألم كيسك فو ديت ماذا تقوله وسألك انت حتجاو يعني عندي ألم في البطن ولا جو في أوليسية أنا بذهب للمدرسة ولا جي ميزافيغ يعني أنا مجغول ولا جي مالي أكلاب يعني أنا أذهب إلى النادي طبعا الإجابة الصحيحة هي السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعني انت بتسأل يعني إحنا محتاجين إيه عشان نمارس ركوب الدرجات كيسك لدي هو حيقول إيه انت سألته هو حيجاو إحنا محتاجين حصان ولا يعني محتاجين دراجة ولا يعني محتاجين ميول السباحة ولا يعني محتاجين كرة صغيرة طبعا هنا هناخد يعني إحنا محتاجين دراجة عشان هو قال لك السؤال ديسكوليزم ركوب الدرجات السؤال اللي بعد كده والسؤال الأخير في سؤال المواقف بيقول لك يعني أنت بتتكلم عن الوسيلة المفضلة بتاعتك كيسك فو ديت إنت هتقول إيه يعني أنت بتتكلم عن الوسيلة المفضلة لك يا ترى كلامك حيكون عامل إزاي جوتست لترمواي يعني أنا بكره الترمواي ولا لو بيس سيموش الأوتو بيس قبيح ولا جي بي يعني أنا بذهب للمدرسة على الأقدام ولا لو مترو المترو سيبراتيك هو اللي أنا بركبه طبعا لو مترو سيبراتيك هو دي الإجابة الصحيحة السؤال اللي بعد كده بقى هو سؤال الجرامير أو سؤال القواعد وطبعا كنت رجعت معكم كل القواعد اللي موجودة عندك في منهج تلتة سنوة بالتفصيل في الفيديو اللي قبل كده وممكن ترجع له لو أنت ما سمعتش الفيديو ده وكنت عرفتك إزاي تحل كل قواعدة لو لقيتها عندك في الامتحان بتتعامل معها إزاي السؤال الأول بقى هنا بيقول لك مصير يعني أختي دي الكواتاسيون نقط الفروسية هنا التعبير عن الرياضة اللي احنا بنمارسها وإحنا عرفنا مع بعض في الفيديو اللي قبل ده عرفنا إزاي نعبر عن الرياضة اللي أنا بمارسها أو أنا أو اللي أنا بحبها كنا عرفنا عشان تعبر عن الرياضة اللي أنت بتمارسها أو بتحبها بتستخدم فعل من الثلاث أفعال اللي حقول لك عليهم دلوقتي دولت ياما بتستخدم فعل ياما بتستخدم فعل جوية ياما بتستخدم فعل من أفعال الإحساس وزي ما اتفقنا أفعال الإحساس هي ايميه و ديتستي و بري في رير و براتيك بس مع كل فعل بياخد نهاية محددة وبالتالي بنحدد إجابتنا على حسب النهاية دي أو على حسب الفعل ده يعني مع فعل بير كنا بنستخدم أداة تلزاه يدي يدي لا يدي إلا بستروف يدي مع فعل جي بيجي بعده حرف جر أو أو آلا أو آلا بستروف أو أو مع فعل الإحساس بيجي بعدها أداة تعريف لو أو لا أو إلا بستروف أو لي هنا بقى بيقول لك مصير لؤة ديليكوتاسيو الفروسية لو لاحظت كلمة إيكوتاسيو جاءت قابليها أداة تجزئة يبقى بالتالي الفعل اللي مفروض كان يبقى قابليها هو فعل فير يبقى هنا الإجابة الصحيحة هي في لأن دي تيست بتاخد هذا التعريف أدوغ بتاخد هذا التعريف أم بتاخد هذا التعريف لأن ثلاثة أفعال دولت من أفعال الأحساس السؤال 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 اللي بعد كده بيقول لك علي وعمر يحبون نقط سيغ يبقى سون ولا ليغ ولا ليغ ولا مون الأربع اختيارات دولت من ضمن لازر جيكتيف بوسوسيف أو صفات الملكية وعشان تختار صفات الملكية بطريقة صحيحة هنتبع الخطوطين دولت أول خطوة هنحدد الفاعل هنحدد الفاعل ليه لأن لأن الفاعل لما نحدده هنعرف إيه هي صفات الملكية المستخدمة يعني مثلا علي وعمر هنا لو شناهم ممكن نحط مكانهم الضمير L أفك أس بمعنى هم هنسأل نفسي بقى يا ترى إيه هي صفات الملكية المستخدمة أو المفروض بتستخدم مع L أفك أس هنلاقي يا إما اللير يا اللير يا اللير يبقى هنا هنختار صفة من الصفات دولت بعد كده بنشوف الكلمة اللي بعد النقط بنشوفها مفرد مذكر ولا مفرد مؤنس ولا جامع وبالتالي بنختار صفة الملكية على حسب النقطتين دولت هنا بقى بيقولك علي وعمر نقط يعني علي وعمر يحبون كثيرا أختهم هنا علي وعمر ممكن نشيله منحط إله في كأس يبقى صفات الملكية هي لير أو لير أو لير سيغ بقى مفرد مؤنس فعشان كده هنختار اللي دي بسي هي اللير السؤال اللي بعد كده بيقولك يعني أبويا بيحب أن يذهب لأجداد دي النقط ف تص لف دي يعني هو هيستنى أو هو بيذهب بيروح لهم كل جمعة بيجيب لك الاختيارات أو ولا إجريك ولا و ولا لير اسمهم أو الاختيارات دي كده كان اسمها لبرونومبخ سونال أو الضمائر الشخصية عشان تحل برضه سؤال الضمائر الشخصية بسهولة هتشوف السؤال التاني يا ترى ايه اللي مفروض كان موجود فيه و موجود في السؤال الاول كمان لو لاحظت هتلاقي اللي موجود في السؤال الاول كان يعني اجدادي ومش موجودة في السؤال التاني يبقى بالتالي هي دي الكلمة اللي مفروض تكون موجودة في السؤال التاني يبقى لاحظ ان شي ميج ضمائر مفعول غير مباشر لانه مسبوك بحرف الجر شي وش زي ما اتفقنا ان لو جيبع بيها اسم شخص بتضل على المكان يبقى هنا بالتالي هنختار معها الضمير اجريك السؤال اللي بعد كده بقى بيقولك تنفي باردسبوغ يعني هل انت لا تمارس الرياضة ردت عليه في الاجابة قلتلي نقط جبراتيك لطينيس يعني انا امارس التينيس في الاختيارات بيقولك نو يعني لأ سي يعني بلى او اجل وي يعني نعم جميع يعني ابدا ان الاجابة على السؤال بوي او نو او سي وزي ما احنا متفقين ان لو كان السؤال مزبط يعني السؤال ده مش منفي بنجاوب بي وي لو كان الاجابة بالقبول وبنجاوب بنو لو كانت الاجابة بالضفض اما لو كان السؤال منفي بنجاوب بي سي لو ايدنا اللي في في السؤال وعشان اسهل عليك لو لقيت السؤال ده من فيه بتحط في دماغك كده او في دماغك كده بتشيل النفع عشان تسهل الترجمة معك حتقول تيفي ديسبوغ بعد ما تشيل النفع يعني هل انت تمارس الرياضة لاحظ في الاجابة بيقولك بقى جيوبراتيك لو تينيس انت بتمارس الرياضة اه انا بمارس التينيس يبقى هنا الاجابة بي سي يبقى الاجابة سي جيوبراتيك لو تينيس يعني اجل انا امارس التينيس يبقى الاجابة هي سي السؤال اللي بعد كده بقى بيقولك جيم نورت ديبلاسي ابيلون يعني انا احب ان اركب الدرجات قالك في الاختيارات سي ولا نور ولا مير ولا تيه لاحظ بس في السؤال الاول هتلاقي في فعلين الفعل الاول مصرف والفعل التاني في المصدر واحنا عندنا قاعدة بتقولك ان لو في فعلين في نفس الجملة بنصرف الفعل الاول انما الفعل التاني بنحطه في المصدر ما عدا لو كان الفعل التاني ده فعله هو ضميرين فبنحط الفعل الاساسي نفسه في المصدر اما الضمير المفعول بنصرفه يبقى هنا صدب لسي المفروض حنصرف سي مع جي يبقى حنقول مي الاجابة رقم سي حبيب ايه باسانط حبيبه وباسانط اومبي كوب يعني يمتلكون كثيرا نقط امي من الاصدقاء مع عزف التاني سيحول ادوات التجزهة دي او دي او او الابصطرف الى دي او دي او اومピسطرف او دي او 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 اونصطرف او الابصطرف او الاول اللي جايب بعدها مجبوب متحرك فالاجابة هنا بي اللى هي دي. رقم خمسة وعشرين بيقول لك مون في رير امواء يعني اخويا وانا نقط فير دي لسكالات ده. هنا جايب لك في الاختيارات سافو ولا سي ولا سي ولا صاف. مون في رير امواء ممكن نشيلها ونحط مكانها نوع. فبالتالي هنصرف فعل صافوار مع النوع فحيكون صافو الاولى. ليزين فون بغين يعني الاطفال بيتناوله نقط سيرفيتا يبقى صفات الملكية طون ولا صون ولا مون ولا ليغ لاحظ ان للمرضى التانية بيسألك على صفات الملكية. زي ما قلنا هنحدد الفاعل وبعد كده هنشوف الكلمة اللي بعد النقط. الفاعل هنا ليزين فون اللي هو الافيك اس يبقى هنختار شكل من ليغ او ليغ او ليغ على حسب اللي جاي بعد النقط بقى مذكر او مؤنس او جامع او مفرد. يبقى كلمة سيرفيت اخيرة اس يبقى كلمة جامع يبقى هنختار اللير الاخيرة. رقم سبعة وعشرين بيقول لك علي بعد كده فاصلة نقط بيكوب دي شكورة كثيرة من الشكورة. مونج ولا مونج ولا مونج ايه ولا مونج ايه هنا زمن اللامبراطيف او زمن الامر يبقى علي اسمه مفرد بعديه. فاصلة بنختار بيه التانية. لان مونج الاولى منتهي بالاس واحنا زي ما عارفين ان بنحزف الاس مع ضمير الفاعل تي في المفرد. يبقى هتاخد بيه التانية. رقم تمانية وعشرين بقول لك يعني امس زمن المواد المركب. مصير يعني اختي نقط بغمين ايه تتنزه افكس سيزامي مع اصدقاؤها. وقال لك في الاختيارات سي ولا مي سي ولا تي ولا فو زت. طبعا هنا طرح ما زمن المواد المركب يبقى بنختار فعل مساعد زائد اسم المفعول. موجود اسم المفعول في الاختيارات اللي هو فعل بغمين ايه? يبقى المفروض هنا كنا بنختار معه فعل مساعد وهو الاجابة الصحيحة رقم ايه اللي هي سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك نقط كايرة ايه يعني كراسات انت تمتلكها. هنا ده استفهام. وعشان احل سؤال الاستفهام بسهولة. المفروض ان انا بترجم ادوات الاستفهام اللي موجودة في الاختيارات مع السؤال. وبعد كده بنختار الترجمة الصحيحة مع السؤال. برقوة بمعنى لماذا? لماذا انت بتمتلك كراسات بعد كده? كلا يعني ما انت بتمتلك كراسات كمبيان دي كم عدد الكراسات اللي انت بتمتلكها? ولا اسك هل انت بتمتلك كراسات? الاجابة الاقرب هي كم عدد الكراسات اللي انت تمتلكها? السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعني انت يمكنك ان تأتي نقط يعني عشان تحضر حفلة عيد ميلادي. مين اللي بتكلم هنا? اللي بتكلم هنا تي يعني انت. يبقى هنا بتختار معه ضمين المفعول. السؤال اللي بعد كده بقى بيقول لك نقط يعني التلميذ او التلميذة زكي او زكية. ست ولا ست ولا سيه ولا سيه? هنا زي ما تفانى انها كلمة ممكن تكون مذكر وممكن تكون مؤنس. طب نحدد ازاي انها مذكر ونحدد ازاي انها مؤنس. بنحدد انها مذكر او مؤنس على حسب تكملة الجملة او اللي جايب بعضها مذكر او مؤنس. هنلاقي اللي جايب بعدها كلمة كلمة مؤنسة هيبقى كلمة معناها تلميذة. فعشان كده هنختار الاجابة رقم ايه او ستة. بمعنى هزه يبقى يعني هزي التلميذة تكون زكية. نروح بقى للسؤال اللي بعد كده هو سؤال الايميل. سؤال الايميل بيكون مبدوء دايما بريبون دي اصيميل يعني اجب عن هذه الرسالة برضي فراس كمبيلت بجملتين كاملتين. ومفتاح سؤال الايميل هو مدى معرفتك بترجمة ادوات الاستفهام. وسؤال الايميل غالبا بيكون عليه تلات درجات. جملتين كل جملة بدرجة ونص. وركز معي عشان اعرفك ازاي تحل سؤال الايميل ده بكل سهولة وكل اريحية. هخليك تحل سؤال الايميل كأنك بتنزل السؤال زي ما هو بس طبعا بنعمل عليه تعديل بسيط. اول حاجة بنعملها الترحيب اللي هو جايبولك اللي هو صاليه بننزله زي ما هو. بيقولك يعني هذا الصيف احنا حنسافر الى باريس. يعني اين ستقضي اجازتك. كلمة ياند ترانس بوخت تيب ريفير وايه هي وسيلة المواصلات اللي انت بتفضلها. يلا بينا بقى نجاوب على السؤال الاول بيقولك ايه يعني اين تقضي اجازتك. من اول تي فا لحاجة حد اخر سؤال هننزله زي ما هو بس هنعمل عليه تعديل بسيط. انا في السؤال بقولك انت طبعا بالبديه كده انت لما تجاوبني هتقولي انا يبقى تي هنحولها الجي يبقى جي بعد كده تصريف الفعل معها هيتحول من تي لجي يبقى تي في با تي با سي مي فا كانز يعني انا اقضي اجازاتي على كومباني في الريف مثلا. تمام? او احط اي مكان انا عايزه. السؤال التاني بقى بيقولك ايه هي وسيلة المواصلات اللي انت بتفضلها? في اخر السؤال بيقولك انت تفضل. يبقى في الاجابة هقوله جي بريفير يعني انا افضل واقوله اي وسيلة مواصلات انا عايزها. مسلا اقوله جي بريفير لوتران يعني انا افضل القطار او اقوله جي بريفير لا فواتير انا افضل السيارة. السؤال اللي بعد كده بقى هو سؤال السي جي او سؤال الموضوع. بيقولك اكريفير دي فانسانك اترونت موتا دونسي سي جي يعني اكتب من خمسة وعشرين الى تلاتين كلمة في هذا الموضوع باستخدام العناصر الاتية. بمعنى يقيم والكلمة دي بتأتي مع الموسيقى بالتحديد. والعنصر التاني هو انفتاسيون الدعوات. طبعا انت هنا لو لاحظت هتلاقيه مستقدم زمن لو بصير كومبزي. يبقى هنا لما تيجي الجاوب هتقول اي هير يعني امس. بعد كده هنقول ان او ارجانيزي يعني احنا نظمنا انفت ام بروفيزي يعني حفلة رجالي. بور لانفينسير يعني لحفل عيد ميلاد دي مون بير لحفل عيد ميلاد ابي. مامير يعني امي ابر باري لجاتو يعني امي اعدت الجاتو. مونج غاند فرير اقاشي تيل البواتسون يعني اخويا الكبير اشترى المشروبات. انا بقى جي انستالي يعني انا شغلت او اقامت لا ميوزيك الموسيقى. مونج غاند بير يعني جدي اقري يعني كتب لزنفتاسيون الدعوات. لو لاحظت هنا اننا في صيارة الموضوع او كتابة الموضوع ما بنكلفش نفسنا يعني احنا بنجيب فاعل وفاعل ومفعول بنجيب جمع البسيطة. وكمان بنقول كل شخصية في العيلة بتعمل ايه. يعني مثلا امي عملت ايه? اخويا الكبير عمل ايه? انا عملت ايه? جدي عمل ايه? ابويا عمل ايه? بجيب فاعل وفعل ومفعول. والحد هنا بنكون خلصنا الامتحان التجريبي. معدنا ان شاء الله مع اهم الموضوعات واهم الرسائل في الفيديو القادم بازن الله.